السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم سنتحدث فيها عن التأسيس في المنحدرات ومجأت به بعض الأكواد العربية أو القوانين العربية كيف نقوم بالتأسيس في المنحدرات أتمنى أن تبقوا معنا إلى نهاية هذه الحلقة وأن تشتركوا في القناة إذا كانت هذه المرة الأولى التي تشاهدون فيها في فيديو هذه القناة وقبل أن نبدأ لا تنسوا أن تصلوا على رسول الله فاللهم صلي وسلم على نبينا محمد إذن بالنسبة للتأسيس في المنحدرات هناك طريقتين يمكننا اتباعهما طريقتين أساسيتين الطريقة الأولى هي أن نقوم بعمل الحفر في المنحدر ونقوم بالحفاظ على الميل الخاص به أو لنك للنزو وبعد ذلك نقوم بالتأسيس طبعا التأسيس لا يكون بهذا الشكل يعني مئة بالمئة لأن الأساس يكون داخل التربة لا يأتي هكذا ننترك له منطقة لكي منطقة لبر أو منطقة حرة هذه الطريقة الأولى أو أما الطريقة الثانية فهي أن نقوم بعمل لترسم أو أعمل الحفر ونقوم بالحصول على أرضية هكذا وبعد ذلك نقوم بوضع الأساس طبعا هذه الطريقة مكلفة عن هذه الطريقة لماذا؟ ولكنها الأفضل لماذا مكلفة ولماذا الأفضل؟ مكلفة لأننا سنخسر مال إضافي في أعمال الحفر لأننا سنقوم بنزاكل هذه الكتل ونقلها إلى آخره والنقطة الثانية هي أننا نقوم بوضع جدار استنادي في الجوانب والجدار الاستنادي باعث الثمن هذه السلبيات الخاصة بهذه الطريقة أما الإيجابيات فهي عندما نقوم بنزع هذه التربة فسيمكننا أن نصل إلى التربة الجيدة يعني التربة هنا تكون جيدة مقارنة بالتربة السطحية في غالب الأحيان أما الطريقة الثانية فعندما نقوم بالتأسيس في المنحدر فيجب الحذر ويجب أن نتخذ الكثير من الإجراءات وكذلك ننتبه إلى بعض الأمور أهمها الميل الخاص بالمنحدر وكذلك البعد بين كل أساس وأساس لذا فلو نذهب إلى بعض الأكواد العربية وهو يعني نبدأ بالكل الجزائري أو DTR هذه النسخة DTR BC 2.3.3.1 أو 2.331 لغاقلة دو كالكول دي فوندسون سوبرفيسيال أو طرق حساب الأساسات السطحية طبعاً يمكنكم الترجمة ترجمة ملفات البي دي اف انطلاقاً من أحد المواقع على الأنترنت يمكنكم أن تقوموا بترجمتها والاستفادة أيضاً من النقاط الأخرى ها هو وهي الارتكل إثنان نقطة إثنان وخمسون فوندسون دينيفو ديفيرون طبعاً ما تنص عليه أو ما يأتي في هذه الفقرة هي أنه عندما نكون في منطقة زلزالية ذات يعني زلزال منطقة زلزالية ضعيفة أو عندما نكون في منطقة زلزالية ضعيفة وبالنسبة يعني هذه الفقرة تخص المناطق الزلزالية الضعيفة وكذلك المنازل الفرضية أو المنازل ذات الأهمية الضعيفة أيضاً هنا يكون أو يجب أن يكون البعد بين نهاية الأساس وبداية الأساس الثاني على الأقل يكون ثلاثة هنا وإثنان هنا كيف؟ سأوضح لكم ها هو عندما نذهب إلى نهاية هذا الأساس وبداية هذا الأساس يجب أن يكون على الأقل لابومت تكون يعني على الأقل لا يجب أن يتجاوز أو تكون يكون الميل الخاص بالمنحدر أربعة وثلاثون درجة يعني ثلاثة مت هنا ثلاثة مت هنا وإثنان ماتر هنا ثم نتحصل على ميل زاوية قدرها أربعة وثلاثون درجة يعني الارتفاع أو الميل الذي يحاى يعني ينتج عن الأساسين نهاية الأساس وبداية الأساس لا يجب أن يتجاوز الأربعة وثلاثون درجة تمنى أن تكون فكرة قد وصلت وسأتأكد منها انطلاقا من هذا السؤال أجيب عليه في التعليقات أتمنى أن تجيب عليه مثلا قمنا بالتأسيس هذا الأساسين هذا الأساسين ووجدنا أنه على بعد اثنان فاصل خمسة متر من هنا واثنان فاصل خمسة متر في الارتفاع يعني زاوية قدرها خمسة وأربعون درجة هل هذا مسموح أو غير مسموح أتمنى أن تجيبوا علي في التعليقات لكي أتأكد أنه فهمتم هذه العلاقة هذا كما قلت بالنسبة للكود الجزائري أما هناك أحد الفقرات التي وجدتها على مرات التواصل الاجتماعي وأعتقد أنه الكود السوري فهنا قاموا أتمنى من المتابعين أن يؤكدوا لي أيضا أنه هذا الكود السوري فأحبائي هنا ماذا يقول لك العلاقة بين فرق منسوب التأسيس والمسافة الأفقية بين أساسين متجاورين هنا في حالة يعني هنا يقول لك أنه التأسيس أو الفرق بين الأساسين يكون حسب نوع التربة وأيضا يتوجب أن لا يزيد فرق منسوب بين أساسين متجاورين إلى المحدد في شغل تنسب على تجنب حدوث أي اضطراب في المنطقة المجهدة الفعالة تحت أي من الأساسين متجاورين فهنا في حالة الصخر الأصم أو التربة الصخرية يمكن أن تكون مسافة صفر يعني ماذا ماذا يقصد بأن أو يساوي صفر يعني يمكن أن نضع أساسين متجاورين هنا X يساوي الصفر يعني في حالة التربة الصخرية وهنا في حالة التربة المتماسكة البعد يجب أن يكون واحد مدر على الأقل أعتقد أنه هنا يقول لك على الأقل على الأقل واحد مدر يعني عندما تكون التربة الكونجلومير المتماسكة لا أعرف هذه الكلمة ماذا تعني الكونجلومير أتمنى أن توضحوا لي أيضا هنا يجب أن لا يتجاوز متر واحد متر X يساوي واحد أو لا يعني على الأقل يكون واحد متر هنا مثلا لا يمكن أن نضع الأساس على 0.5 متر في هذه الحالة أما في حالة التربة الرملية فيجب على الأقل يكون واحد فاصل خمسة متر يعني البعد بين الأساس الأول والأساس الثاني يجب أن يكون على الأقل واحد فاصل خمسة متر يعني إذا كان واحد متر فهذا غير مسموح في التربة الرملية إذا كان اثنان متر فهذا مسموح أما في حالة التربة الغضارية فالبعد يجب أن يكون على الأقل البعد بين الأساس والأساس يجب أن يكون على الأقل إثنان متر على الأقل يعني واحد فاصل خمسة هذا مسموح في حالة التربة الغضارية أما اثنان فاصل خمسة فهو مسموح إذا كان هناك مياه جوفية أو تجمع مياه سطحية فيلزم زيادة قيمة يعني هنا في هذه الحالة يقول لك فقط يعني البعد فقط ويجب أن نحتفظ بالواحد بالارتفاع يعني يجب هكذا فهمت أن الـ يتغير حسب نوعية التربة أما الارتفاع فيبقى واحد يعني ارتفاع الأساس عن الأساس يعني مثلا هنا إثنان على واحد هنا مثلا في هذه الحالة في هذه الحالة هنا هنا يجب أن يعني هنا لدينا زاوية 45 درجة فهذا الكود هو أكثر وضوحا من الكود الأول أحبائي أتمنى أن تكونوا قد استفدتم نوعا ما من هذه النقطة أي أسئلة أي استفسارات أتمنى أن توضحوها في التعليقات ولا تنسونا بخصوص هذا السؤال وإذا أخطأت أيضا ذكرون في التعليقات فليس هنا لك من لا يخطئ فالهدف هو توصيل المعلومة وإفادتكم فلا تنسونا بصريح إدرائكم إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم نلتقي في حلقة مقبلة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا